بعد إرسالها مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة وألافا من مرتزقتها إلى ليبيا يجري حديث عن مساعي تركيا لتصعيد الوضع في ليبيا مجددا لم يقف الأمر عند هذا الحد بل هددت بشكل مباشر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وأرسلت وزير دفاعها خلوصي أكار إلى ترابلس للقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومن هناك حذر الجيش الوطني من أن أي محاولة لمهاجمة القوات التركية فإن قوات الجيش الوطني الليبي ستعتبر أهدافا مشروعة في كل مكان كان المشير خليفة حفتر قد حث قواته على طرد القوات التركية من ليبيا وقال في ذكرى الاستقلال إنه لن يكون هناك سلام في وجود المستعمر التركي على الأراضي الليبية هذه تصريحات لم تردع تركيا فمشروعات التعاون العسكري بين ترابلس وأنقرة قائمة وفي الأسبوع الماضي تبنى البرلمان التركي اقتراحا بتمديد انتشار القوات التركية في ليبيا 18 شهرا وعززت تركيا وجودها في ليبيا بإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة الوطية على الحدود الليبية مع تونس ولا طالما تعرضت القاعدة لانتقادات بسبب قدرتها على توفير دعم عسكري لعمليات التنقيب عن النفط والغاز التركية في شرق البحر المتوسط